من رام الله بفلسطين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجدد التأكيد على دعم بلاده لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بلينكن قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض أي إجراء من الجانبين يصعب تحقيق هذا الأمر بما في ذلك توسيع المستوطنات وهدم المنازل والإضرار بالوضع التاريخي للقدس والدعوة إلى العنف خلال مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال بلينكن نرى أنه من الضروري اتخاذ خطوات لنزع فتيل العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق الأمن بلينكن أعلن كذلك عزم واشنطن تقديم خمسين مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ترجمة نانسي قنقر